هذا وعرب سمو الشيخ خالد بن حامل الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس العالى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن اعتزازه بالشباب البحريني الذين حققوا إنجازات مشارفة تعكس الصورة المشرقة عن وطنهم أينما حلوا ليبرهنوا أنهم قادرون على مؤصلة البناء على مكتسبات المسيرة التنموية الشاملة ليسهموا في تشكيل المستقبل الواعد للوطن وبهذه المناسبة مناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يقام هذا العام تحت شعار التضامن بين الأجيال قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قد وضع أسسا قوية لتمكين الشباب البحريني حتى وصل اليوم إلى تبوء مناصب قيادية في الحكومة لتبدأ مرحلة جديدة من الإنجاز والعطاء بمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأشار سموه إلى أن ما حققه الشباب البحريني يحتم علينا دعم التوجه نحو تضمين السياسات الحكومية استراتيجيات وبرامج شاملة لمواصلة الاستثمار في الشباب وتمكينه وتطوير قدراته وإمكانياته لفتا إلى دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في دعم وتفعيل هذه السياسات والاستراتيجيات عبر مبادرات نوعية وقال سموه أن شعار يوم الشباب الدولي هذا العام يؤكد على أهمية الحفاظ على الاستدامة المعرفية التي بدورها تنعكس على استدامة التنمية فإنما تمتلك الأجيال السابقة من خبرات تشكل الأساس التي تبني عليه روح التجديد والابتكار لدى الشباب أركان المستقبل مبينا سموه أن مملكة البحرين طبقت هذا الشعار عمليا في جميع مواقع العمل لنرى أصحاب الخبرات يمدون الشباب بالدعم ليواصلوا مسيرة التقدم والتطوير وأضف سموه أن دعم الشباب هو العنصر الأهم لبناء الأوطان مشيرا إلى أن مملكة البحرين تواصل العمل في كل المسارات ليحظى شبابها بالفرص النوعية المستدامة ليتمكنوا من خلالها من مواصلة المسيرة فالأمل كبير فيما يمكنهم بلغة عبر طموحهم وجمهودهم المخلصة وأشار سموه إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي حققت فيها مملكة البحرين أهدافا ملموسة هي أحد النماذج الملموسة لعطاء الشباب البحريني فقد تكاملت جهودهم في مختلف مواقع العمل بروح فريق البحرين لتحقيق التقدم المطلوب في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر